اختتمت بمحافظة مارب دورة تدريبية خاصة برعاية الطبية الطارئة ومهارات الاسعاف ما قبل المستشفى نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتنسيق مع الادارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية على مدى خمسة ايام وهدفت الدورة الى اكساب عشرين من الممرضين العاملين في اغسام الطوارئ وسائق سيارات الاسعاف بالمستشفيات الحكومية في مدينة مارب اكسابهم المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المتصلة بالتدخلات الاولية وكيفية التعامل مع حالات الاصابات في الحوادث وانعاش المصابين وانقاذ حياتهم وتجنب التصرفات التي قد تؤدي الى عاقة المصاب وتقييم حالة المصاب باصابات متعددة وفي الختام حتى وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الربو مفتاح المشاركين على تطبيع مخرجات الدورة على صعيد الواقع العمل والاسهام في تجويد وتطوير مستوى الخدمات الطبية في المرافق التي يعملون بها